موسيقى الحقيقة أن قضية الفساد ليست بجديدة ولا هو اكتشاف جديد ولا نحن تفاجأنا من حجم هذه الاعترافات والمليارات التي ذهبت أدراج الرياح من الخزينة العمومية ولا هو شيء بالغريب أبدا فقد كنا نعرف الكثير وكنت أول من ألف كتابا حول الفساد في الجزائر وهذا الكتاب عنوانه طوفان الفساد وزحف باللادن في الجزائر وطبعا الكثير سيتساءلون هو يتكون من فصلين الفصل الأول يحكي عن الفساد في الجزائر والفصل الثاني يحكي عن قضايا الإرهاب في الجزائر هذا الكتاب ألفته عام 2007 وبدأت سأصدره في مصر عن دار نشر مصرية هناك غير أنه بعدما تم كل شيء والكتاب طبع ومن المفروض يذهب إلى المكاتب إلا أن جهة خفية تدخلت وتمثلت في أمن الدولة المصري أنذاك في عهد حسن مبارك وتمت مصادرة الكتاب وتم تخويف حتى الناشر أنذاك أن يقول شيئا تحدثت منظمات وتحدثت وسائل الإعلام عن مصادرة هذا الكتاب الكتاب حكى الكثير من الأمور التي أكتشفت الآن حكى عن حجم الفساد الرهيب الذي يضرب الدولة الجزائرية وأذكر أنني مما قلته في مقدمة الكتاب في الصفحة 14 لقد تجذر الفساد وأرخص دوله على كل شيء ومع مرور الوقت سيزداد سواده انتشارا وتوسعا والكل يدرك أن بدايته كانت على مستوى السلطة وبعض رجالها ولما استمر المرض من دون علاج جذري من مختصين يقدسون روح الإنسان ويرعون الله فيها وصل به الحال إلى حد التعفن ومست العدوى الجميع ومن كل طبقات المجتمع نعم هذا الكتاب وبعد ذلك قلت العلاج يبدأ أولا من إحياء ضمائر الناس بقيم إنسانية وحضرية نبيلة فقبل أن نضع قانونا يزج بالمفسد في السجن يجب أن نضع لافتات في العقول تجعل هذا المسؤول مهما كانت مكانته ورتبته يخافها لأن الخشية من القانون الوضعي تجعل الناس يفكرون في حيل تجعلهم في حل الله تطالهم مهما كانت خبرة المحققين وعبقريتهم ولكن عندما يوجد الوزع الأخلاق والإنسان والتفاني في خدمة الآخر والتخلص من الأنا وكل شوائب الأنانية فإن العلاج سهل والضرب على الشاذين والطماعين من أيسر الأمور والكلام كثير في هذا الكتاب تحدث عن لو تشوف الفهرس الكتاب تجد الباب الأول تفال فساد تفال فساد وعصابات الذل مقاربات الفساد المستمر فساد يمتد لمحاريب بيوت الله وصفقة أخرى مشبوهة تحدثت هنا عن الفساد في المساجد هوام شباب البنط العقارات في مزادات المافيا بريد للنهب وآخر للاختلاص فساد في بنوك العبث مفسدون من طراز آخر مشاهد الرشوة والتهرب الضريبي وعدالة فاسدة أرواح أبخص من دم البعوض آليات المراقبة وهياك الميتة وحبر على ورق برلمان يغرق في أوحال الفساد قانون للوقاية ونزيف مستمر الباب الثاني ملفات عن المفسدين وأبنائهم وكنت أول من نشر نعم كنت أول من نشر ملفات حول فساد أبناء المسؤولين في الجزائر وكان أول مقال تتاولته وقعا أن ترهد في ذلك لا توجد شبكات تواصل اجتماعي ولا يوتيوب ولا أي شيء فتداولته في ذلك الوقت موجودة المنتديات ومنتديات الصحف وبعض الصحف تم تداوله على نطاق واسع وهجمت حتى في صحف جزائرية على أنني أفتري على أبناء المسؤولين بل أن هناك من هاجمني واليوم هاجمني بذلك الوقت لأنني أفتري على أبناء المسؤولين واليوم يهاجمني أيضا لأنني أدعو إلى العقلانية في إحداث التغيير في الجزائر على أساس أنني أدافع عن عصابة وعندما تصديت لها يوما كان هو من العصاب ملفات من المفسدين وابنائهم أبو جرى سلطاني وحمل الفساد حملة الفساد قف عين على ماضي هدد النسان على اعتبات برلمان منقلب عليه فضائح ابناء المسؤولين في الجزائر ما الذي يحدث في محميات نادي الصنوبر في قلبي فضائح الفساد وما إلى ذلك هذا الكتاب كان قنبلة موقوتة وكثير من الأمور وكان أول من تحدث فيها عن الفساد في الصناتراك وعن ذكرت حتى بالأسماء بعض الوزراء الآن الفرين تحدثت عنهم بأنهم تورطوا في الفساد وقضاء الفساد لذلك لم تفاجئني هذه الملفات التي يجري الحديث عنها في المحل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله